بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال السنوية العامة وحوش المذاكرة وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لصفحة 380 في كتاب المعاصر وهانتي أبطال معنا بالضبط فيديوهين ونخلص إن شاء الله الوحدة دي ونخلص الترمي التاني كله صفحة 380 لـ 383 كلمات الدرس الثلاثة والربعي أبطال بيقول لحضرتك يعني يحصل أو يقوم بنزهة خلوية يعني يفقد التوازن بتاعه يعني يعمل فخاخ أو مصيضة يعني يعمل مقلب مع حد أو يعمل خدعة يعني يتبادل الأدوار أو يتناوب الأدوار تعال يا باشا في الأسئلة على طول بيقول لك في أول واحدة إحنا خدنا نقطة علشان نتناوب ونحن نتناوب الأدوار علشان نجاوب أسئلة الاختيارات يبقى رقم اتنين النزهة الخلوية اللي أنا حصلت عليها قللت الضغط بتاع الشغل المفروض أنه هاف اللي هو يعني طيب إيه حكاية هاف اللي موجودة كتير قوي في الجملة دي يا ميستر عند حضرتك هنا هاف عشان عايز يعملها مضالع تام ويجيب التصريف التالت وراها وعند حضرتك دلوقتي هنا الإجابة في بعد كده بعد النقط بيقول عند حضرتك هذا الريفت يبقى هنا بيتكلم على النزهة نفسها الفاعل النزهة نفسها قللت واركسترس الضغط بتاع الشغل يبقى هاف هاد الإجابة نمرت بي تعال بعد كده على رقم ثلاثة بيقولك فيها ايه رقم ثلاثة بي كيرفول احترس نط ونقط يور بالانس علشان نقط التوازن بتاعك وانت بتدهن السقف اقوى عن انت ايه تفقد التوازن تعال على رقم اربعة الخدع الكتير قوي احنا قلنا على طول الخدع اللي انت لعبتها علينا تعال بعد كده على رقم خمسة بيقولك اعتقد انه من الوحشية ان انت تعمل فخ خلاص تعال على الكلمة ومعناها بيقولك مسلي وبعد كده معناها مسلي وشيق طيب مورا المغزى اخلاقي يعني دارس عملي يعني وجهة نظر او مفهوم او منظور اللي هي اللي هي اللي هي بعد كده بيقولك يعني يتفهم اللي هي بعد كده بيقولك معناها ملائم اللي هي يعني ملائم على مصبوط على المقطة نفسها وتو ذا بيربز يعني مناسب للغرض او ملائم يونيفيرسل يعني شامل او شائع او عام معناها كومبريهنسف شمولي او واسع او شائع او عام كلمة وعكسها يا بطل الابطال انترتينج مسلي ممتع عكسها بورينج ممل يونيفيرسل شائع او شامل او شائع او شائع يبقى بارتيكولر او ريستريكتد عكسها معناها حصري او معناها محدد او محدود ريليفانت يعني ملائم يعني عكسها غير ملائم هوش في الاسئلة حاجة مسلية تبقى ليست ايه المسلية دي ليست مملة يبقى اللي جابة نمرت ايه ليست مملة رقم اتنين يعني التلوث مشكلة عالمية او مشكلة عامة او شاملة يبقى في هذا السياق وقلنا معناها واسع او شامل ثلاثة لو القصة فيها درس اخلاقي يعني درس عملي ما هو ريليفانت يعني متعلق او ملائم يعني نفس الغرض يبقى الاجابة نمرت بيربوز مدية نفس المعنى عند حضرتك يبقى الاجابة هنا انه عايز ايه انه عايز المعنى يعني هو عايز معنى تبقى ريليت يعني يتفهم تيجي بقى على التعبيرات والمصطلحات بيقولك بعد الان خلي بالك ان فيه فرق ايه بقى ان دي فيه فرق بينها وبين أو يعني لم يعد ايه الفرق الفرق ان ايه بتيجي في جملة منفية انما نو نونجر ديت بتيجي في جملة اصلا مثبتة عشان يدخل عليها نو انما اني لازم تيجي في النف ايه معناها ايه بعد الان يعني كما نراها او في رأينا يعني على الاقل يعني شريط مطاطي يعني في المقابل او بدوره بدوره او في المقابل لما حصل حاجة يبقى بدوره هو عمل حاجة تاني او في المقابل عمل حاجة تاني يعني ده تمر او في يوم من الايام يعني يشوف على مسافة طويلة او على مسافة بعيدة تعال بقى تعبيرات مترادفة يعني مؤيد او لصالح هي on the side of هي be for او all for يعني يكون مؤيد او صالح او داعم لي او approving of يعني داعم لي او لصالح in trouble بتسوي in difficulty يعني في ورطة او في صعوبة in a tight corner يعني في ورطة على اليمين point of view يعني وجهة نظر هي opinion رأي stop for a break يعني يتوقف للاستراحة او لاخذ راحة هي take a break يعني ياخد راحة walk closer to يقترب من يعني approach you had no man طيب خلي بالك في هنا حاجات حلوة في الحروف الجار climb onto يعني يتسلق او يصعد لسطح skip from يهرب بين get on يعني يركب وget off عكسها يعني يصل طيب اللي هي كده هوت اللي هي get on هي يعني يركب كده تبقى get off off get off يعني يركب دي ينزل hang from ايه بقى hang from وهو hang up hang up يعني علق hang up لو انت معك صورة وعايز تعلقها hang up يعني يعلق حلو طيب hang from يعني يتدلى من لما يبقى الخفاش كده اه في سلك كهرباء او في حبل غسيل ومتعلق من رجله الخفاش بيبقى مدلد اللي تحت يبقى واقف برجله ومعلق مدلد لنفسه من الحبل يبقى hang from intend to يعني ينوي ان ايه بقى reach up reach up احنا قلنا بعناها يبسط او يتعلق او يتمغط او يمد او ان هو يشب على رجله اللي هي كانت بتساوي ايه قلناها في الكلمات بتاعت الجزء الاول اللي هي كلمة stretch up برضه stretch يعني ينمغط برضه up هي هي يعني بالزبط الاتنين واحد reach up هي stretch up اللي هي يبسط او يمد او يتعلق طب كويس نيجي بقى للتمرين اللي على الجزء ده واتبيقول لك when you are in favor of an idea لما تكون انت مؤيد لفكرة يعني انت مؤيد لها انا شفت خفاش كبير قوي متعلق ايه بقى ها لسه ايلنها hanging from يعني متعلق او متدلدل من رجله ويبقى لاجابة نمرت ايه ثلاثة ان انت تقرب من حاجة ميزة ايه يعني يقترب مني لاجابة نمرت دي تعال على رقم اربعة بيقول لك she read she'd هي وصلت to get a jar of honey علشان تحصل على برطمان عسل from the top shelf من الرف الفقاني بالزبط زي stretch up بس هنا جاي بريتش هتبقى reach up الاجابة نمرت بي برضو تعال بعد كده على الجملة اللي بعديها رقم خمسة بيقول لما علي حضرتك we have stopped for a break احنا توقفنا علشان break فصحة راحة ناخد راحة stopped for a break هي stopped for دي بمعناها ايه took a break خدنا راحة لاجابة نمرت دي تعالى على رقم ستة when one is in نقط لما الواحد يكون في نقط then they are in a tight corner بيبقى في ورطة كده tight corner يعني مزنوق في ركن زي ما بيقولوا كده يعني الدني حط عليه فبيبقى الاجابة هنا ايه الاجابة نمرت ايه in trouble يعني في مشاكل او في ورطة او في مأزق وزو زو لو لو مزنوق في الركن وخد الام على وشك سبعة your point of view يعني وجهة نظرك is your opinion رأيك هي وجهة نظرك تمانية والاخيرة يا بطل الابطال والظهر ان دوت هيكون اسرع فيديو عملنا في حياتنا بيقولك اي هاف ستوبد سموكينج انا توقفت عن التدخين اي دونت سموك لحظة لحظة نو نور صح ونو نونجر صح اما الايه عم لما علش حصل هنا حطت نفي يا مستر ما تنفعش عارف لو قال اي سموك هيقول المفروض اي نو لونجر سموك اهي مثبتة ويدخل عليها نور او يقول اي نو مور يبقى انت كده الجملة مثبتة اي ني مور ولا نو ولا نو نونجر الاجابة عند حضرتك هتبقى الاجابة نمرت بي اي ني مور ليه لان الجملة منفية لو كانت مثبتة كنت قلت نو تمام كده وكده نكون خلصنا الجزء ده وكامعلم في السريعة هوك وما تنساش اللايك والشيرو وصابسكرايب ودعو حلو من قلبك رجالة طيب وشوفك على خير ورايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته